أهلا بحضراتكم من جديد وفكرة الحديث عن منافسات كأس الأمم الإفريقية والحديث عن مباراة مصر ونيجيريا بالتأكيد أقل من 24 ساعة والعدة التنزل لذلك هي المباراة الكبيرة ضمن المباراة القبرى اللي بتنطلق بيها منافسات كأس الأمم الإفريقية شفنا مباراة الكاميرون بوركينافاسو في هذه الأثناء مباراة المغرب وغانا غدا مباراة مصر ونيجيريا لذلك في هذه اللحظات عبر الاسكايب ينضم لي نجم الكرة النيجيرية مطيب دوبوجو نجم نيجيريا ونجم نادي ريال السوسيداد الأسباني اللي بالتأكيد هنتكلم معاه عن مباراة مصر ونيجيريا نيجيريا دايما من الفرق الكبرى في كأس الأمم لكن طبعا ليه تاريخ طويل جدا في منافسات كأس العالم كان موجود معانا في إحدى التصفيات الإفريقية في فترة هكتور كوبر لكن ضمن منافسات كأس الأمم كان آخر مباراة ما بين مصر ونيجيريا عام 2010 في كأس الأمم اللي استضافتها أنجولا ومنتخب مصر بدأ البطولة بالفوز على نيجيريا مستر مطيب دوبوجو برحب بيك على شاشة قناة الأهلي وفي البداية طبعا عايز أعرف انطباعك عن مواجهة مصر ونيجيريا وهي ضربة البداية لكل المنتخبين اللي بالتأكيد ضمن المنتخبات الأوفر حظا والمرشحة للفوز بكأس الأمم الإفريقية شكرا جزيلا للصدافاتي أنا سعيد لتوجدي معكم سعيد لتوجدي في قناة النادي الأهلي أنا أود أن أقول السلام عليكم لجماهير النادي الأهلي عليكم السلام ولكل الشعب المصري أنا أتمنى للجميع أتمنى للجميع مشاركة طيبة وخصوصا منتخب مصر ومنتخب نيجيريا في بطولة أفرقية عايز أعرف كيف ترى هذه المواجهة البداية والانطلاقة سواء لمنتخب مصر أو منتخب نيجيريا هي أول مبارا ما بينهم في منافسات المجموعة نعم من القيد أن نرى مباراكة هذه فهي مباراة للمتعة في المقام الأول بين مصر ونيجيريا مباراة مصر ونيجيريا دائما تكون تكون واحدة من أفضل المباراة في أفريقيا وكلنا ننتظر أن مصر لديها لعبين رائعين كمحمد صلاح ولدينا أيضا في نيجيريا لعبين رائعين كذلك كإنديدي وشوكويزي فستحضر هنا متعة كبيرة في المباراة أنا واثق من ذلك واثق من هذه المباراة جدا مباراة الغد أن مصر ونيجيريا ستؤديان مباراة رائعة هل من وجهة نظرك تغيير الجهاز الفني قبل منافسات كاسر أم الإفريقية ورحيل الألماني روهر خلال الفترة القليلة الماضية والاستعانة بالمدرب الوطني أوجستين أوجيفين هل ده ممكن يكون في صلاح الفريق ولا ممكن يعمل ارتباك في الحسابات الفنية للنصور الناجرية أعتقد أن هذا الأمر ليس جيدا كما قلت ليس جيدا هذا الأمر ليس جيدا دائما حينما تغير مدير فني قبل انطلاق البطولة مباشرة وتستعين بمدير فني قبل البطولة بأسبوعين هذا الأمر ليس جيدا دائما ولكن على المنتخب النيجيري أتأقلم على هذا الوضع الجديد وبالفعل استعانوا بمدير فني متمرس ومدير فني لديه خبرة كبيرة أعتقد أن مدير الفني نيجيريا الآن درب منتخبات ودرب فرق كبيرة فأعتقد أنه ليس غريبا علي وهذا ليس جديدا ليس جديدا عليها أن يدرب نيجيريا في هذه المرحلة فأعتقد أن منتخب نيجيريا سيؤدي أفضل ما لديه في هذه البطولة هل أوجستين أوجفيني المدير الفني لمنتخب نيجيريا عنده خبرات مع المنتخب خاصة أنه قاد المنتخب قبل كده في منافسات كاس الأمم التي صدافتها مصر عام 2006 نعم نعم أنا أثق أن لديه خبرة قوية كما قلت من قبل كان لديه خبرة مع المنتخبات ولديه خبرة مع بطولة أفريقيا للأمم فأعتقد أن أوجستين لديه القدرة الآن بعد تعييني كمدير فني وأعتقد أن لديه مدرب مساعد يستطيع أن يساعده في هذا الأمر وأعتقد أن تنظيم برنامج الفريق وجودة اللاعبين المتواجدين وخبرة اللاعبين الآن تساعده أن يختار أفضل تشكيله وأن يؤدي أفضل أداء لناجيريا غياب فيكتور أوسمان وفي غيارات عديدة لأبرز النجوم تحديدا في خط الهجوم للمنتخب الناجيري هل ممكن يعمل ارتباك في الاستعداد الفني في البطولة ومواجهة تماصر ولا أحمد موسى ممكن يكون قادر على تعاويد هذه الغيارات الكبيرة نعم لسوء الحظ لدينا غياب فيكتور أوسمان ولدينا هذه خسارة كبيرة لنيجيريا أن تفقد واحدا من أفضل اللاعبين الأفارقة حاليا وخصوصا في ناجيريا وهذا الأمر ليس سهلا أن يحدث لفريق قبل بطولة إفريقيا ولكن لازلت أثق أن منتخب ناجيريا وأثق أن لعبي منتخب ناجيري قادرين على على فعل ذلك توكويزين دي دي لدينا العديد من لعبين وان دي دي لدينا العديد من اللاعبين أثق أنهم سيؤدوا سيؤدوا بطولة رائعة من من وجهة نظرك ممكن يكون نجم منتخب ناجيريا في كاس الأمم حسنا هذا السؤال صعب جدا أعتقد أعتقد أننا ذهبنا لبطولة لدينا قدرة استعابية كبيرة من اللاعبين لدينا لعبين كبيرين لكن أعتقد أثق أن الفريق ككل لكن خصوصا إيناتشو إيناتشو سيؤدي بطولة رائعة وأيضا وأيضا إنديدي أعتقد أن أنهم سيثبتوا سيثبتوا جودتهم في هذه البطولة طيب تعليقك على اختيار كارلوس ساكيروش كمديرا فنيا منتخب مصر ومواجهته أمام المنتخب الناجيري في أولى منافسات المجموعة تعليقك على هذا الاختيار وقيادة كيروش لمنتخبنا الوطن منتخب مصر في كأس الأمم حسنا أنا أعتقد أن كارلوس ساكيروش هو واحد من أفضل من أفضل المديرين الفنيين في العالم من أكثر مديرين فنيين خبرة مع المنتخبات مع المنتخبات والفرق القومية أعتقد أعتقد أن أنا مدرب قادة ريال مادريد من قبل ولديه خبرة كبيرة كهذه فأعتقد أنه لديه القدرة على قيادة مصر بشكل جيد في بطولة إفريقيا وأعتقد أنا أثق أن خبرة المدير الفني كمدير فني دولي وقادة فرق كبيرة ومنتخبات فأعتقد أن خبرته ستكون فارقة في جانب مصر في هذه البطولة كيف ستعامل أغوستين مدرب نيجيريا مع إيقاف خطورة محمد داصلاح وفي ذات الوقت مين ممكن مفاتيح لعب نيجيريا يقدر يواجهها كارلوس كيروش ومن اتصالي باللاعبين النيجيريين أعتقد أعتقد أن لدينا لعبين رائعين لدينا لدينا زايدو لاعب خط دفاع سريع وقوي يستطيع يستطيع أن يواجه محمد صلاح لكن الأمر لا يزال صعبا صعبا على أي مدافع أن يواجه محمد صلاح وأن يوقف خطورة محمد صلاح الأمر برماته سيكون صعب جدا لأن محمد صلاح لاعب جيد جدا جدا لاعب مبدع لاعب يستطيع يستطيع أن يحول الدف لصالح فريقك في أي وقت محمد صلاح لاعب قوي جدا فيجب على اللاعبين أن يستجمعوا قواتهم في مقابلة محمد صلاح تعليقك على خبر اعتزال أحمد موسى بعد انتهاء منافسات أمم إفريقيا رأيك في فكرة أنه يعتزل اللعب الدولي هل تصريح يلقى قبول المتابعين في الكرة الناجرية ولا تصرع في هذا التصريح من وجهة نظرك حسنا هذا الأمر هذا الأمر ليس لأحد أن يوافق عليه وأن يفوض هذا الأمر خاص فقط بأحمد موسى أحمد موسى لعب مئات المباريات مع منتخب نيجيريا أعتقد أن أحمد موسى اعتزال أحمد موسى يعتبر الآن يعتبر أمر خاص به لا أحد يعرف ماذا سيفعل ولكن نحن أستطيع أن نباريكا له على ما فعله مع منتخب نيجيريا ليس أكثر ليس أكثر طوقاتك للنتيجة مصر من نيجيريا حسنا أنا على وعي تم بأن نيجيريا فريق قوي يستطيع أن يفوض وأيضا مصر فريق قوي يستطيع أن يفوض ولكن مصر ونيجيريا مؤهلتان لتصعد من المجموع على الصيح نكون أكثر من ذلك متيو أدبوجو قائد منتخب نيجيريا ونجم نادي ريال سوسيداد الأسباني بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التصرحات والأراء الفنية الخاصة بمباراة مصر ونيجيريا بالمناسبة هي مباراة كبيرة مباراة خارج التوقعات بالطبع لتمنى منتخبنا الوطني تكون ضربة البداية موفقة وتكون نتيجة إيجابية لأن صدرت المجموعة مهمة جدا هي الفكرة مش تكسب السلاس نقاط وتتأهل للدور التاني نسبة تأهلك للدور التاني مؤكدة بنسبة 99% لأن المجموعة متوسطة المستوى مباراة للسانية غينيا بيساو ثم السودان لكن بالطبع صدرت المجموعة مهمة جدا عشان تكمل مشوارك أولا شندفطل في جروة لما تستعب الفريق آخر وسانيا لو صعدتك تاني في هذه المجموعة يعني إما تواجه الجزائر أو قدفور وهتكون مواجهة صعبة جدا في دور الستاشر لكن لما تسعد أول هتكون مواجهاتك إما مع منتخب هينيا كونكري أو منتخب موريتاريا فتكون المواجهة أقل في القوة وتأجل المواجهات القوية للأدوار التالية دا من الدور ربع النهائي ونصف النهائي كل التوفيق منتخبنا أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الفقرة الحورية مع المحلل الرياضي الأستاذ شريف سلم